موسيقى انا اصغر من النوم جيبقى شين سنة كده? شين سنة انت لعبت معي. يا كنت علاق. وبان لا بان عليك. لا انا. بان علي السنة. ده لحقنا عليك. لا لا ملعبتش معايا كده لعبت. مرنت معايا. مرنت اه يعني انا كان عندي ساعتها طلعتاشر سنة. هذا اللي حيني كده. طلعتاشر سنة زي عدد? اه ما هو تحت الطلتاشر. ما قولك حاجة. لا انا تحت الطلتاشر. زمان كان في كي جوانب وكي جوانب. تستعرف الاسلام الحيني? اه في الولومبي. اه والله. اه اه. كاللسة. كابتن علاء. اسلام كاللسة. انا كنت فاكر الماتش اللي هو كابتن علاء كان جاب فيه هدف في النادل الاهلي وقاعد يعيط اه انا كنت قادة احتياطي. انا دمعت على اللي هو عمل. اه اه. والله يا العظيم يعني قاعد يلف البعيد عن دف الاستاذ كله عشان. ما قدرش يلعب تاني. لا لا خلاص. فقط كابتن علاء عمل معي وحاجة يمكن هو الكابتن انور سلامة في اول منزل ارض الملعب في حياتي. اه. فالكابتن انور ندى لكابتن علاء. قال له خد. قال له ده. يلعب. اه. النهاردة. لعب. لعب. لعبه في الملعب يعني. لعبني في الملعب. والكابتن علاء جابني قال لي بص. كان عندي ساعتها ستاشر سنة. وعمل يكبر فيه خدو بالا. اه. انا سنة. اه. فالكابتن علاء قال لي تعال اقول لك حاجة. بص. اول ما تشوف الكرة في رجلي. اجري في اي حتة. هتليق قدامك. سلام. وده كان بيحصل. لدرجة ان انا رحت قلت له كابتن انا مش قادر. لاني قاعد يجريني كتير يجريني. يقول لي العب. العب عشان الناس تعرفك والناس تشوف. يعني لما كابتن علاء جيه الاولمبي. ما كناش مصدقين بقى علاء ما يهوب جاي الاولمبي. فطبعا كان دايما بيبقى يتمرن وبتاعه كل حاجة. بس يعني ايه. عارف اللي هو ايه. بتحس ان هو يا جماعة انا بقى النادي الاهلي برضو. يعني انت فاهم? فما كان الكابتن علاء جيه? كنا موهمين ان الكابتن علاء ما يهوب معانا في النادي الاولمبي طبعا لانه الوقت ده تحديدا وهي المباراة دي وجاب جنو اه شكرا. خلاص كده جماعة بطل. بس اقول لك حاجة بمتال امانة كابتن اسلام بجد والله. اه. مش هزار. طيب. مش هزار? كابتن علاء ما ييبو كابتن شريف. اتكلم الاول على كابتن شريف. من افضل الطرف الشمال اللي يقدر يلعب في الوقت الحالي كان الكابتن شريف. لدرجة ان في مطش. اهل وزمالك. اه. نادي الزمالك كله فرح انه لما اقتردت فيه كان مطش ايه اربعة اتنين اتنين. اتنين سفر. اتنين علاء بجد. ممتال امانة. لعيب سابق عصر كان معنا. كان بيعرف يتحكم فريط ملعبنا. كان يعلينا. ويهد الملعب. وبعدين من الهافات اللي كان بيلعب الهاف بتاع الزمن ده. اللي هو القادمين من الخلف. بس اتلاقي على كابتن علاء بيلعب هفبك لكن هداف من هدافين الفرح. دي حقيقة يعني. لا انا تشرفت الحقيقة بان انا اكون محبوب مع كابتن علاء ومع حضرتك ومع كابتن شريف. طبعا كابتن شريف يمكن. اه. اه. ما لحقناش. اتفرجنا على اليوتيوب بس يعني عليه. فبالنسبة لي طبعا شرف كبير جدا ان انا كون موجود مع حضراتكم في وسط هدي المجموعة العملاقة الكبيرة يعني. سواء داخل النادي الاهلي او في منتخب الوطني. اه. كابتن شريف بما ان انا بنتكلم عن المنتخب الوطني النهاردة كان تشكيل مكون من محمد الشناوي. خمسة اهلي. اربع زمالك. واحد اسماعيلي. واحد التحجد. اه. محمد الشناوي. اه. باهر المحمدي. اه. الونش. واحمد حجازي واحمد ابو الفتوح. السلية وطرق حامد. الشحات. حسين الشحات واحمد سيد زيزو. مجدي ابشة. ومحمد شريف. يعني احنا كنا لسه بنتكلم. هل في افضل من كده? ليس في الامكان. احسن من مكان. باي. انا دايما بحط نفسي مكان اه. كابتن حسام. اه. او. اه. او. او. ولكن. اه لازم نفوز كل حاجة. بس لازم ده يواكب اه. اداء. يواكب حالة بدانية احنا شفناها. اه. مش متطمنين اكد. متطمنين. اه. يعني. وكل ما كانش متطمن برضه. قولك فيه فصول بردة بتحصل. في اللقاء الاول دايما. في الحكاية دي. اه. والغلطة الكبيرة انهم سهلوا على لعبة مصر. ان انجولا فرق اه. مش قد كده. يعني نص ونص. اه. او. يا جوز هم عارفين عندهم غيابات كتير وحاجات كده. اتناشر لاعب. تقولت لي اتناشر لاعب. اه. فبقى لك بقى هناك لما هيروحوا بالاتناشر لاعب دوله ويكتملوا. وانت عندك اتنين تلاتة برضو. مهمين جدا. طبعا. يعني لما يكون مع عمك صلاح والنني وتريزيجين ان شاء الله لما يرجع بالسلامة. اعتقد هذا الثلاثة حيفرق كتير جد. اكيد. لكن اه. حسام البدري واللعيبة النهاردة. الحقيقة. ما تقدرش. انا ما قدرش هلعب في الفرقة دي. احسن من كده. من الرؤية الاخيرة للخروج من المباراة الدوري اللي كانت موجودة. والحالة اللي كانوا عليها اللعيبة كمان. فيه اللعيبة خرجت مصابة. فيه لعيب زي اكرم توفيق كان حالته جيدة جدا. جاله اصابة في الملعب. انا ما شفتش بس النهاردة التأخرات والغيابات والآآ. فعلا. حسيت بيه بعد الماتشات يعني. ايه. يعني حسيت ان اكرم لو كان في المحالي مين. كان حيبقى فارق شوية عن آآ باهر في المروح والرجوع والآآ. طبعا لان باهر بقى له فترة برضو آآ. كابتن شريف آآ. بقى له فترة. مش في الحيط دي يعني. اه اه. مش بتاعته ولا يحسب عليها اه. بالزبط. مكنش هتلاقي الدربات السابتة اللي بتجينا من ناحية الشمال دي على طول راجل بيعدي على طول. راجل عنده الاول خطوطين اسرع من المحالي. مزبوط. كابتن العلاق احنا كان عندنا مشكلة في ناحية الشمال النهاردة. ناحية الشمال آآ وناحية اليمين حتة اللجومية اسلام كانت ما كانتش بالقدر الكافي اللي انت عايزه. اه. بصلا انت متميز حتة الاطراف دي دايما عندك الاطراف انت متميز فيها. ايه. لكن هو انت نهاردة المشكلة مش في الاطراف. المشكلة هي كانت في طريقة لعبك في شكل ادائك. ام. انت النهاردة كان كل ادائك بتعتمد على كرة طويلة. ام. برضو دي كانت يعني غريبة شوية. ام. غريبة على 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 فريق مصر. ان عندك الاسامي دي باسة لعبت كورة طويلة قوي. والكورة طويلة ما بتلعبش محمد مش محمد شريف تتعب على كورة طويلة. صح. يعني ممكن كوكا تتعب على كورة طويلة. لكن انت محتاج تستعمل العناصر الموجودة عندك في المالة. عشان كده يتطر في الشمال. انا طبعا بتفهم معك ان في قصور شوية في حتة الهجمية كمان. حتى في الاحة الدفاعية. والدفاعية. الاتنين كمان يا اسلام. انك لو لو شفت ملخص كده مباراة وحتى وانت تتفرج. هتلاقي كل المشاكل كان عندك دايما الاطراف. يعني اول فرصة جات للانجولا. من احة الشمال. اه. اه. بضرب الجزاء على طول. فانت النهاردة كان عندك وكان طبعا الرجل كان نحة باهر كان بيكمل كتير قوي. لكن انا بتفهم معك ان باهر بعيدة على الحتة دي شوية. لكن هي حتة اصابة اكرم كان هو الحاجة المناسبة او كاتر حسامة يعني هو ده. اه هو ده المناسب ان هو يلعب في المكان ده. اي. لكن الاداء كله حتى يعني كمان الاداء مش مش هو ده الاداء. لكن انت كان عندك هدف والهدف اللي هو الاول تلات نقاط النهار. وهو ده اللي حاصل. بالزبط يا اسلام. دي اول خطوة انت دايما. اي. حتى لما بتبص على المباراة بتاخد منها اول حاجة بالنسبة لك مهمة. اول حاجة نهاردة مهمة تلات نقاط. الاداء هيتحسن. انت عندك برضو غيبات اول مباراة النهاردة. خبالك اللعبة دي برضو. مجهدة. جدا يا اسلام. طيب. هل ده نعتبر مبرر يا كابتن عادل ان احنا لما بنتكلم عن اداء سيء او اداء متوسط بلاش سيء اداء متوسط. يبقى بنتكلم عن اجهاد مية في المية واحنا كلنا. طب. وحضراتكم عارفين لعبته وعارفين يعني ايه تلعب مباراة كل تلاتة يام لمدة شهرين او تلاتة او اربعة. فهل ده يعتبر مبرر لكابتن حسيم للشكل او الاداء اللي ظهر بيه منتخبنا النهاردة? هو هو اكيد هيبقى مبرر ليه طبعا. ولكن فيه نقطة عايزة اتكلم فيها انه ده وقت التكتيكس المختلف عن التكتيكس بتاعك بتكى مدرب. التكتيك بتعليعب ممكن انت في بداية السنة بتلعب بيه بتلعب بتكتيك وممكن انت في بداية السنة. طالما عندك اجهاد يبقى مفيش طويل. لان الطويل بيخليك بتعمل مسافات طويلة وترجع. لازم يبقى اللي هي بيبقى قريبا من بعد نقل بالباص بالتحرك بالحاجات اللي هي. بس ما فيش يمسي الى ما كابتن يعني برضو ما هيجي هيرد عليك يقولك ايه? طب انا ما جمعتش الفرقة ده انا جمعت جاي يوم سبعة عشرين ولا تمانية عشرين التجمع ولعب المطش يوم اه اه واحد في الشهر يعني ما عادش تلات اربعة ايام. انا موافق ولكن في نقطة علشان كده بنتكلم على خمسة اهل اربعة زمالك واحد اسماعيلي. ما هو ده. واحد اسماعيلي واحد اتحاد جدا. هو واحد جازي. بس اتحاد جازي برضو قريب من لعيبة الاهل ولعيبة المنتقر. يعني خلي بالك كابتن اسلام في الوقت الحالي حتة التجانس. احنا يعني اه لعبت الكورة ما بقى زي زمان. التجانس ده بيعتبر مثلا انت بالفكر تجانس بالفكر. انت لعبت معي كتير واشتغلت معي كتير. واقدر ان انا اديك المهام. لكن انا بتكلم على تكتيك اخر الموسم. تكتيك الاجهاد. في وانت بتلعب مباريات. وانت بتلعب مباريات. بتلعب مباريات تكتيك الاجهاد. اللي هو ما توسعش المساحات قوي. ما تخليش الفرقة التانية دايما توديك لحتة الجري الكتير. لحتة الضغط عليك كتير. لازم يبقى انتشارك متوسط في مساحات اقل شوية من المساحات الكبيرة اللي انت بتشتغل ولكن في الاخر اقدر اقول لك في عزل لعيبة المنتخب طبعا. لكن تغييرت تكتيك ده كلمة مهمة جدا. كلمة بتقولها مهمة جدا يا كابتن وكابتن شريف احنا دلوقتي معلش يا ساميه لو سمحت هتلينا الصورة مرة تانية. الصورة اللي قدامنا دي كان من الواضح ان منتخب انجولا عارف ان احنا عندنا ممكن نشترك كلنا في الكلام مع كابتن شريف. ان من الواضح يا كابتن شريف ان منتخب انجولا نعارف عندنا اجهات كبيرة وبالتالي عمل علينا فضل. عمل ضغط علينا وعمل بريس. واااااااااا. انت كمان في الشكل الملعب اول ما ابتده الملعب. حاصلت ان حسام عايز يعمل توازن دفاعي وارد فعل. وفضلنا كده تسعين دي انا بقينا رد فعل في المباراة. على اساس انت بيخش في الجول. والحمد لله ان انت عدى منك ثلاث كور مسميه عشوائيين او عرضيات او غلطات منك من اللعيبة. ده في واحد لايه الاولادية هنا بتاعت الوينش؟ لا الوينش بيوقفها راقدال الرجل دي. دي كمان كان حكاية ولصلحها الطريق حامد. بس اقول لك حاجة. انجولا من بداية مورا بطلعبك كده. اه بانضغط عليك. يعني المنظر اللي انت شفته الوينش. وهو ده كان متوقع كابت النعلاق؟ لا انا من النظر اكتش متوقع. يعني احنا كلنا كده. شرعات فرق شرعات كبيرة اول. كمان يا كابتن شفقي احنا كلنا قلنا هيبقى على الاول ربع ساعة. مقفل كويس. مقفل كويس. عادي. واضح ان هو هي طريقة لعبه كده. طريقة لعبه كده. المدرب نفسه. اه نفسه. بقى نرجع على الكلمة اللي قالها يا كابتن عادل. ان هو تغيير التكتيك. هو شايف ان ده التكتيك بتاعه فحيلع. هو هو حاجة كمان معرفش موجة نظري. حسام ما كانش عنده تحضير للقطة الهجة فينة دي. ان هو ضغط من قدام قوي بالنسبة له ارباك شوية. على كده. لغاية ديها 78. كما لعبتش بالكرة واحدة. اه ما انا كنت لسه. نقلت فيها 13 نقلة. وراحت انتهت مع رمضان. لو نقلها النقلة اللي بعدها اعتقدت كنتموك تبقى هدف. عايز اقول كلمة. ديها 78. يمكن الراجل مدرب انجولا من اهم اسباب انه ضغط عليك على ملعبك عدم وجود محمد صلاح. اه. علشان كده يتضغط عليك هو مش يعني. مش عمش يعني. منتخب مصر. منتخب مصر. بوجود محمد صلاح. في القور المرتدة. ممكن يخلي. مساحة جبيرة. في المساحة. ممكن يخلي انجولا. اه انجولا يلعب تلت ملعب. يلعب في الاخر عندك عشان يقفل على صلاح. لما لقى صلاح والترزيجيه كمان مش موجودين. فدولم اللي بيعملوا السرعات. اللي بيعملوا سرعات قدامه محمد صلاح العيب كبير وكل يخاف منه يعني. فعشان كده هو تجرق انه يعمل البريس عليك من قدام. ويخلاك انت دايما تحت ضغط وخلاك انت اللي تغلط وتلعب الكرة الطويلة وهو اللي يلم ويلعب. يعني هو في الاخر يا كابتل شريف انجولا لعبتنا في طرقتها. وبعدين لقوا برضو في مساحات كبيرة بين الخطوط عندنا. طب بص كاب واحد يا كابت شريف معامل الهاجبة دي بص كاب واحد. بقى ستة اسفر. ستة اسفر. ستة اسفر. عندهم الرغبة على. عندهم الرغبة والشايفين ملعب مفتوح. انا. وعندهم سرعات في الكرة اللي بيني وبينك. على طول هما المستحوذين. شكل جدا انا استحضرت روح النني. قلت هل لو النني كان موجود النهاردة. كانت الحاجات الدقيقة والزغيرة دي كان هيبقى عنده سرعة في الكرة التانية. اصلي دي اهل انا بقول هل يعني. معلش هو اصلي انني هو السلية هو طارق. هو طارق. وحمد فتح يعني. المكان ده مليء. مليء. مليء بالنقب. لا وتحس. بس تي طبيعة علاء. حسك بشيف انهم وكلهم نسخة واحدة. بقولك انت كان لسه بيقول عليك. بتعرف تعمل الحركة. ولاقيك في نفس الوقت تعمل ريتم. الوحيد اللي كان بيعملها. انني عنده ريتم. الوحيد اللي كان بيعملها عمر. بس عمر ما بيعملاش مع متخب. عمر ما بيعملاش مع متخب. لكن مع النادي الاهل عمر السلية. حتى كنا بنتكلف في شهات دي. ادوار. انا قصب ان هو ممكن يكون. تكليف من كتر حسين. انا معاك طبعا بتتفي معاك. لكن انت دايما محتاج واحد من الاتنين. هو اللي يلعبك. لكن انت النهاردة. يعني الاستحواز كان لقى انجول. عشان انت. نسبة كبيرة. اه. عشان انت عملت حاجة. انك بتلعب لعبة طويل. فانت لغى نص الملعب. يعني. كرة طويلة كلمة عليها عادل الوقتي. انت لغيت نص ملعبك. لغيت نص ملعبك. انت فقدت كتير قوي. انجولة النهاردة. من بداية الموراء. بتحضر. من التمنتاشر. من عندهم هم. بيحضروا. وعندهم صغف نفسهم. ومعندش مشكلة. لكن احنا ما عملناش يا اسلام. عندهم رقم تسعة كابتن عادل في وسط الملعب. هاي اللي هو بشعر. اه لعيب كويس. اه انا كنت كاتب يعني. عنده. لعيب كويس قوي. قوي. تسعة ده تسعة ده المهاجم بتاعهم. المهاجم. 11. 11. 11 ده المهاجم. لا بوسط كابتن كمان اللي اتنين دولا بيلعبوا بحرية. لا مركزية. اللي اتنين تلاقي واحد وتاني. هو اللي بيلعبهم. نص الملعب. مش تسعة صح. احيانا احيانا تلاقي تسعة وممكن يبقى قدام وينزح. اه. اه. ويه. الامر في الاخر اني اني لازم. ايوه. ده العيب كويس قوي. اه. والحاجة المهمة اللي انا عايز اقولها ان انت مكنش عندك الرئة اللي تتنفس عليها النهاردة. اه. ويمكن انا بقول اللي هي محمد صلاح وتريزي جيه. اه اوكي. بوسها كبتن اسلام انت طول الوقت بتعتمد على محمد صلاح. ايو. ده مشكلتك في المنتخب القومي بقالك من اربع خمس سنين. اه. حتى انا كنت بقول ان محمد صلاح مع المدربين الجمدين يبقى مفيد زيادة. مع المدربين المتوسطين دايما يبقى يقلل شوية من تكتيك المدرب. لو هو ما عملش بديل صلاح. يعني انا محمد صلاح النهاردة ملعبش. عندك الفرصة اللي كانت بتيجي من ناحية اليمن وسرعات لعيب وتنقل هنا. ايه يعني برضو. وتوديها النحية التانية. صح. صح. بس هو يا كابتن شريف النهاردة حتى حسين وزيزو مش هو حسين الاهلي ومش هو زيزو الزمالك. بصراحة. بص يا اسلام احنا بنلعب مباريات. بنتوفق في اول كام كرة. كرة دي كابتن. زيزو عملها لحسين. بصراحة كان حيب اقول ان هلتوفق. في كور لو جات لحسين وعملها بطن رجل وهي نازلة. اللي عادي بتاعنا احنا اللي احنا حفزينه. اه. كله بيقول لك لا انا نحطها بشمال. الكورة دي كانت حلوة جدا. اه. ملعوبة كويس. زيزو شاف حسين قاطع عملها له عشرة على عشرة. حطبطن رجل هو. حطبطن. من بعد كده ما شفناش ولا زيزو. ولا حسين. عشان اه. الحالة اللي انتو قلت عليها. فيه اجهاد. اه. التحركات. لازم تواكب اللي معاك كرة على طول. يعني اول ما قفشة بيستلموا الكرة. لازم اثنين تلاتة هيبقوا. طلعين له. اللي هو المسلس اللي احنا بنكلم عنه. هيبقى فيه سهولة. حم. حتى انجولا. لقيت ان كل العيون وكل اللي رايح وكل اللي جاي. واللي بعمل عرضيات كلها محمد شريف لوحده. زيزو بيخش في الكور حتى الطويلة. انا مشوفش زيزو غير في الكورة اللي خبط فيها في الجون. لما طلع برا وخبطوا في بعض. وهو ما عملش حاجة للجون ده الجون هو اللي راح خبط فيه. بالزبط. اه. حاول في كم كورة. انما انت اصلا مش قادر تستحوز طول نص ملعبك. غير انك انت الكورة التانية مش بتاعتك. وبعدين فيه برضو ميز باس بيبقى حاصل. فيه انت بتعمل كونتر اتاك. ورايح تعمل كده تلاقي كورة قطعت منك. اه. فبترد تاني بل ما بترد بيكون الانتشار بتاعهم هما اسرع مننا. سرعات بجد لما انا بشوف النهاردة. اي لعب نص ملعب عندي انا. وفيه كورة مشتركة بينه بينهما. هما عندهم سرعة اكتر مني. وبيدوسوا عندهم ثقة كمان. بس انت اللي ديتهم الثقة دي. فلقيت نفسي انا رد فعل طول المباراة. طول المباراة بحاول ان انا بقى موجود الحاجة الوحيدة اللي ملازماني. الهدف الاولان اللي احنا جبناه ضربة الكزر. والثقة ان هما انجولا. مش انجولا الوقت اللي انا شوفته النهاردة. ان كلمة انجولا كانت بالنسبة لي مرايحاني نفسي انا كلاعب. فبلعب على الاساس ده. بعمل الكورة بنكشها. عايز اعمل وان تو. اقدر اجيب جوب في اي وقت بالاحساس ده. وجهت لك كم كورة. بس برضو ده يا كابتن علقة حتى ما شوفناهوش. بمعنى يعني وانت قاعدة النهاردة تتفرج على الماتش. وانت قاعدة تتفرج على الماتش النهاردة. اه لعبة مجهدة واحنا كلنا مقتنعين بهذا الكلام. ما عارفش عادلاتكم انا مقتنع بالكلام. لكن انا شايف ان اللعبة مجهدة او كل حاجة. بس حتى يعني الماتش مش يعني مش حارفة وصلها للجن. يعني عايز ماتش في الدوري. هي مجهدين بس في حاجات كمان. الاساسيات اللي بتلعب عليها مش موجودة. يعني انا تعبان زي ما كابتن عادل قال كده قالك ايه. بلاش ايه طويلة. ما عملهاش. اعمل ايه? همشي كورة على الارض شوية. ده في ديها تمام. همسك نفسي شوية. هو لازم يبقى لك نزام لعبة يا اسلام. موليك تسلسل في انك تبدأ الهجمة. انت بتبدأ الهجم الشناوي لطويلة. فانت لغيت كل الناس اللي هم هيدوك الشكل. هيدوك ادائك. بس كلهم لعبة خبرة كابتن. ما لابقى. انا معاك يا اسلام لكن انت ما انت ابتدت شوطة. خلاص طويلة. فهتروح بتلعب على شريف. النص الملعب ده انتهى. انتهى. يعني مفيش ولا السلية ولا طاري ولا الوحيد بقى اللي بيعملك البصل اللي هو الاخير. البصل حلو. اللي بيعملك الريتم بتاع المبرزة من الحمد الكلافين. هو محمد مجزي. انت لغيته تماما. لازم تبدأ هجمتك. مش عايز اقول زي انجولة عشان عيب. لكن لازم تبدأ انت يعني لعبتك. تبدأ الهجمة كده. وهم عندهم امكانيات دي لا مطلبش حاجة غريبة. بس انت لو بتفهم معاك ان انت. حتى الاساسيات اللي انت بتعود عليها مكاش موجودة النهاردة. يعني بصراحة كابتن حسام في كلامه كابتن عادل برضو. كابتن علاء اللي بيقول لي. اه. كابتن حسام قال ان هو مش مبسوط من المش. يعني كويس ان الكابتن حسام قال كده لانه الحقيقة. اه. يعني مكانش متوقع حتى عارفين احنا كلنا كابتن حقيقة. فمش متوقع ان هو يقول كده. لكن هو يقول كده معناه ان هو فعلا مش راضي عن الاداة. هو حاس ان في عنده مشكلة بدنية. اه. حاسس انه عنده مشكلة في الايجاد. اوكي. ولكن حتى كمان مشكلته في اللعيبة اللي ما جاتش. اللي هو اه. طبعا. ما التاني اقول لي يا كابتن مدير الفني التاني بتاع انجولة اقول اي. اتناشر تقريبا. اتناشر لعيب منهم تمانية. انا موافق. من اللعيبة التقل حلوين يعني. بس انا موافقك. لكن انت صلاح. محمد صلاح. عقيقة. ولا انني في الوقت الحالي. تريزيجي طبعا. تريزيجي. بس تريزيجي مصاب اقول يعني. يعني تلات لعيبة. انت بتتكلم في منتخب مصر. ممكن يكون لعيب بيمثلك خمسين في المية من المنتخبك. ممكن تمانية لعيبة. يمثله ستين سبعين. تمانين في المية من المنتخب. اه. لكن انا بتكلم على انك انت. المشكلة كبيرة كانت النهاردة في التكتيج بتاع كابتن حسام. حاجة الوحيدة اللي انا اخطى عليه. رغم ان انا بقوله. ان الاداء بتاعه النهاردة. اداء التلاتة بنت. ده كان افضل حاجة في المباراة. انك انت. اه بالزبط. انا هنسى. وانت هتنسى. لما هنوصل. للمطش الفاصل. ان احنا نروح بيه كسد علي. وده طبعا. بس احنا عايزين ان اوصل. منع عشان كده بقولك. حاجة الوحيدة اللي النهاردة. اللي انا شفته. ان هو مقدرش يحل اللغز ده. حتة عدم السيطرة على الكورة في النص التاني. في النص ملعب انجولي. اه. دي بيتمثل ايه كابتن اسلام. وده حاجة مهمة. انك انت لما بتقف على الكورة. حوالي 25-30 ثانية او 40 ثانية. مدافعينك ونص الملعب بياخدوا نفسه. وبيقفوا في الاجهاد اللي انت فيه. لما يقفوا هيطلعوا الكورة صح. لكن الكورة كانت رايحة جاية. اللي حصل مع الاجهاد ان انت معرفتش تلمي نفسك في نص الملعب. اه. انجولا كانت افضل منك طول المباراة عندها. اه افضلية. ثقة في النهاية. انت فهمش ايه ما مش تعبانين. مش عارف. هم اخفاف كمان. تحس ان هم اخف منك. ما لعبوش يعني انت اتكلمنا على الاثناشر الاساسيين بتاعهم. دولا بلعبوا في اوروبا الاثناشر. اه. ففيه جهات بلعبوا كل تلات اربعة ايام. والسنة خلصت والحاجات دي وبدأوا السنة الجديدة والاعداد الجديد. اه. لكن دول ممكن يكونوا في بلعبوا يعني عايز في اندية اقل شوية. ولكن اه بياخدوا راحات كويسة وممكن يكون بس ابدين وجعانين. وجعانين عايزين لعبوا. عايزين كورة يعني. واللي اتناشر الكبار اللي بيلعبوا. فرصة ان انا احطي اسم معاهم. ايوه. كانت شريف مصطفى محمد. اه. مصطفى محمد من اللاعبين اللي كانوا المفروض ينضموا للمنتخب ويكون متواجد مع المنتخب. ولكن اه. مصطفى فين يعني. اعتقد ان كان ممكن جدا لدور خصوصا في الكورة الكورات الطويلة اللي احنا بنعملها هي مش شريف. يعني الكورات الطويلة دي مش شريف. او في حالة اطرافك لما شغالك كويس. على رأيك. يعني اه. هو يبقى موجود ومفيد جدا. ممكن موضوع فرنسا ده برضو مؤثر فيه بشكله او باخر لان انا برضو اريد تصريحات لكابتن حسين بيتكلم عنا ان مصطفى كان لازم يلتزم من اول يوم. هو وجيه متأخر. وجيه متأخر. والنهاردة كان قاعد في المدرجات. فأنا كمان يعني بضيف على مصطفى محمد محمد شريف. يعني انت هتفكر في مصطفى. انا هازم فكر في محمد شريف داعم كمان. لان انا بشوف مصطفى في البطولة الافريقية بتاع 23 سنة. كان على طول خانو اتنين. كان هو بياخد كل الحاجات اللي بيروحها الاولانية هي التانية بيعرف يلعبها هو بدماغه كويس او. المنطقة دي هو اكتسب كمان خبرة فيها. اكتسب شكل احترافي كمان. راح سافر بيه بره ولعب بره من نفس الشكل دا. بس مصطفى محمد هيقابل اللي قابله محمد شريف لو لعب لوحده. اوكي. فاحنا لو ناحية الشمال دي اتعامت بمحمد شريف هتفرق كتير. بس انا عصد يا كابتن برضو كابتن علاوي كابتن عادل ان محمد شريف طريقة لعبه مختلفة عن. اه بس بيقدر يسرع من الجنب. يبقى الاقيه سنترفيرو التاني في المنطقة. محمد. اه ده لما احسن الشاحات بيبقى رايق قوي. وفيتك الفيتنس كويس قوي. وبيقطع الحتة اللي قطعها النهاردة مرة. اه في المباراة. كابتدع دي يتغير مباراة بحالها. ما الزبط. يعني الجنب التاني ده لو دخل انت ممكن ادعك تعرف تعمل الغاية. خلاص بقى الدنيا هدية. ويفكر الجهاز الفني من بره. انما الجهاز الفني من بره واقف. اتخدع. اتخدع في ان نص ملعابه الضرب. ما هو برضو اتخدع دي. برضو اتخدع كابتد من الزبالي دي. حلامت الصفاء. اه لانه هل ما هو عارف لعابته. وعارف حالتهم. وعارف حالة الدور المصري. وعارف كل حاجة يا كابتد. وعارف انجولا. بس هو كمان في حاجة النهاردة حصرت. انه اخد منك البداية. ايوها. ان بداية الموراة. انفراد لانجولا. دي الهجمة الوحيدة اللي كان ممكن زيزل دي. اه اه يعني هو طبعا التصرف برضو. النهاردة تحس ان تصرف اللعابة الزهني نفسه. فيه. الله يكون فعونه. اه بجد. اه اه اه. يعني تحس ان برضو يعني الكرة دي لو جات لزيزل. في وقت غير الوقت ده. وهو يعني زهنه صافي مش مضغوط. اعتقد انه ممكن اعملها من فوق الجول سهلة جدا. سهلة جدا. او العضافة التانية بدل العادية. كان التصرف هي بقى احسن من كده. انت معاكت شريف كانت تصرف عسل من كده. ايه فقط. حتى لو بدخلتش. حتى لو بدخلتش. حتى لو بدخلتش. حسين الشحات كل حاجات زينية. انت بتاخد الاخر قرار. اخر قرار بنسبة حسين الشحات. مايوش كده. هو لو تفرج عليها يقول ان ايه اللي عملته ده. بالضبط. نفس الكلام عند زيزل. هي التصرف الاخير. انت زين زينان انت زينك مصافر. لعيب الكرة لو زين وتعبان التصرف وحش. الموضوع مش موضوع جاري. الموضوع مش موضوع جاري وفيتنس وكده. لكن النهاردة كمان في خطأ حصل يا اسلامك. لابتكالك فينا وانت? انجولة اخدت منك البداية. مصبوط. وديه في بداية المفراد. هو حتى لو الان شوية لك لما يوصل الامفراد. خلاص. حتى لو جي بعد. ده في ديئة اتنين يا كابتن عليك. اه بالضبط. منحافظك ان الفينش فتاحه موحش اول. هو حتى كمان بعد البنالتكالتشريف. هو مرجعش يا ساموة. نفسه عشان كيف يقولك. واضح ان دي طريقة لعب المدير الفاني الانجولي. هو خلاص. طريقة لعبه دي. وحتى ما لعبك هناك يلعب كده. مش هيقفل. مش هيقابلك قدام. واضح ان هو عنده صغف نفسه وصغف لعبته. وديه مهمة جدا. عكسك النهاردة انت. انا نهاردة طبعا كابتن حسام قال. شكل اداء مش عاجبني وهتطور ودي حاجة ممتازة. لكن احنا نهاردة اخدنا عصلا حاجة. التلات نقاط. التلات نقاط. وده الاهم يا كابتال عادل دبات. ان احنا نوصل لان احنا ناخد التلات نقاط. ومعد كده يوم خمسة يحلها الف حلاج. والحاجة المهمة انت كنت بتتكلم فيها اللي هو عدم وجود مصطفى محمد. مخلى الكورة طويلة ما فيش محطة عندك. هو ده? هو مصطفى قدر يعملك محطة قدر يخليك تيجي. محمد شريف دايما بيحب ياخد السروق على قدام. عايز جيب جود. زي حتى الكورة اللي هات عملت بالعرض وحطها في البعيدة. هو عايز جيب جود. مجدي افشح حطها له. في حتة فاضية. طب وهنا السؤال بقى. انا لو عندي لعيبة كويسة بس مجهدة قوي. ولعبة أقل منه شوية بس فرش. ألعب مين في الوقت ده. عن خلي كابتن علاء وكابتن. ده سؤال مين? طبعا سؤال مهم. لا لا وفيه شؤال تاني بيطسي قبل مطاطق. ولو انت ما كان حسنا بدل كنت هتعمل ليه النهاردة. اما نطلع. نطلع ونردع. طالعهم يا كابتن شريف مش كده. نطلع فاصل ونعود لاسلامي الشيء. نطلع فاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزيزة المشاهدين. الكابتن عادل يا كابتن شريف كان بيسأل سؤال مهم جدا. المجهد وهو مية في المية فنيا ولا واحد سبعين تمانين في المية. بس مش مجهد زيه. ده مش مجهد. وبعدين احنا منتخب. يعني العيبة كلها ايه كلاس يعني. مفروض. الصفة. الصفة اللي هي موجودة في البلد. الصفة اللي انا شايفة بعنايا. اه جواكر. يعني انا عندي كزا لعيب يقدر يلعب في كزا مكان. زي باحب زي اكرم. زي اي حد بيبقى موجود عنده يقدر يلعب هنا وهنا وهنا وهنا. فكلمة ده عادل صح ان هو الفريش. وهو يعني عادل بيقصد كده مش كده. اه يقصد كده. انما انت لو انت مكان حسام. امم. اقول تحدير المواتش ده ازاي وده ما عليك قالك. فقدنا الهوية في الاول. فقدنا البداية. ثلاث كور هالاجهاد بان. اه. ما كنتش هافتح الملعب مبداي. يعني الملعب ملعبش طويل خالص. يعني حتة اللعبة الطويل ده مخليك انك انت مجهد فبتزيد اجهاد. الحاجة التانية المهمة. ايو اصلي انت عارف يا كابتن برضو. مم. الكرة الطويلة عشرين تلاتين اربعين خمسين يارد. فانت مضطر كباك تطلع وراها. تطلع ملعبك لازم ي. اتلع وراها. بس كان في حاجة كمان يعاني انت تكلم طبعا. صح. انت المشكلة كمان بعد الكرة الطويلة الكرة التانية انت فائدها. وفاقيلها بالزبط. ما هدي برضو مش. اهم اطول واقوى. ما هدي مشكلة عندك. انت عارف انا ممكن يلعب الكرة الطويلة امتى لما لعبت تنتقل للحتة الاخيرة عشان الكرة التانية. لكن انت بتلعبها من البداية فلعبتك قدامك اللي هو نص الملعب. فلما بيروحوا النص التاني بتكون التانية راحت منهم. فانت خسران كيلو متر في الجاري في الفرعة كلها بدون داعي. ده رقم واحد رقم اثنين خسران الكرة التانية. رقم ثلاثة والمهم انت مش صاحب القرار دول ملعب كلاعيب في منتقب مصر دلوقتي. يمكن انت اللي خلاك قليت في عدد الهجمات اللي ليك الخطيرة على الجون بتاع انجولا. انك انت مش صاحب القرار الاول. صاحب القرار الاول اللي بيستحوز على اللعب وبيستحوز على الكرة التانية. ده اللي هو بيبقى الفعل. والكابتن شريف قال كلمة حلوة في البداية قال احنا رد فعل النهارة. رد فعل دي بالنسبة لك المنتخب مصر حاجة مش كويسة. حاجة مش كويسة طبعا. ما هو ازاي ازاي نادر اوي كمان. انا الفعل النهاردة على الارضي. ما انا هقول لك ابتش ايه. ده المفروض نبقى الفعل. استحواز راح منك. ودي من الحاجات برضو غريبة ان استحواز يروح متخب مصر دي. يعني احنا دايما. زايرة مش كويسة. كانت علي لما كان مسلا مدرب واحنا كنا لعيبة. في الاهلي. اه. كان يقول لك ايه واحنا تعبانين. احنا مش تعبانين. باص. باص. امسكوا الكرة. باص. لو عاد كنت بتكلم عليها. احنا كلنا لعيبة كرة وعارفين. ما هو انت تعبان هتعمل ايه. هتدي لي الفشح. بس هيا برضو اسلام هايبقى اتنين تلاتة مدرس. بصها بصها. بصها بصها بصها. بصها بصها. بتغييرة عبدال. بصها. بصها كافتن شريف. هي المشكلة كمان. لسه ده التغييرات دي خصة تنية. اه انت المشكلة كمان. ما احترمك كامل اللعبة. انت ما عادكش عادي مسك الكرة في الملعب. تاعيس اللعبة برضو مش رايحة. تقال. يعني. سكة كمان جوية رايحة. لا ما هي السيخة رايحة وانت تحب يعني امسك الكورة ماشي امسك الكورة امسك الكورة دي عايز ناس تبقى كلها قريبة من بعض من عادي بيتكلم كلهم كفتلها واحد جيبها وبعدين في حاجة ما حصلت نهاردة انت عندك كمية تمريرات خطأ كتير فانت حتى لو حاولت تمسي الكورة انت بتخطف التمرير وتمرير اخطاء غير مبررة انا زمان كنا ما بنشغل كنت باكتبها في ورقة على ايدي لما كنومها بالعبوة كنت باكتب التمريرات غير مبررة دي كنت باحسبها لهم كل واحد في ملعب كنت عملت قد كده من عشان كده بقولها كنت بنا بنحسبها ان انت ما ينفعش بقواف لوحدك وانت لعيب يعني في نادي الاهل او في متخب مصر وبس كورة غالص للخصة وسهلة ما فيهاش مبرر يا كابشريك النهاردة كتير النهاردة كتير طبعا النهاردة برضا النهاردة الميز بس كتير جدا يعني وغير مبرر يا اسلام الايه التحرك يعني احنا دايما بنتكلم احرجعك للا اجهات بلده انا مش قادر اجري انت واقف سوري انا تلعب كده انا عايز اجيلك كده اجيلك الزمن امش ااد ما هنقولك كابتن اسلام احنا في الوقت ده بنعمل البدايل بتاعتنا من بداية كلامي قلت لك التاتيكس بتاع الوقت ده غير بتاع شار اتنين غير بتاع اول بدون اجهات انا بتكلم في الوقت الحالي على انك انت يعني احنا بنقولها عشان تتحرك كويس لازم تشتغل بالطريقة الهرمية دي كرة القدم في العالم كله اللي هو الهرم المسلس واحد اتنين وثلاثة ويجيلك واحد من ناحية التانية عشان تنقل هنا وتغير الناحية التانية علشان تعمل الاجهات للفرقة التانية وبعدين عايز اقولك انك انت في تحرك سالس وبتتحرك مترين ثلاثة علشان تستلم لكن في تحرك الكرة الطويلة انت بتتحركها لخمسين متر فما بتقدرش بص يا كابتن هنا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اوكي يعني بس برضو هم ضغطين عليك واحنا ما عندناش حد بيتحرك احنا عشان الفيديو مش شغال ما ينفعش نشغال يعني انا 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 شفتها اه محبتش كم بتحرك يعني كل واقف الباك يمين خلينا ننقل نعلة تانية في انجولا في انجولا حتلع اربعة اتنين ثلاثة واحد لا بغية لا يبقى في تغيير طبا طب بقى النهاردة كان لازم يبتلي كده اربعة ثلاثة اتنين واحد انجولا في انجولا دا لسه ممكن تكون الدنيا بانت حاجات كتيرة هتكون بانت نص ملعبك بحاجة تانية بس السورة اللي احنا شوفناها ديها كابتان اسلام لما يبقى العشرة انت ما عندكش اي طريقة هرامية في اللعبة في النقل لو جبناها تاني بص مثلا التلاتة اللعبة القريبين من بعض واحسن الشحات وبعدين ابو الفتوح هنا مش مش لازم تعمل الزحمة دي انت بتعمل لنفسك مساحة عشان تيجي تستلم في الفاضي انت ما تشغليش يعني هو البداية عشان اعمل الباص وانجح في الباص اقول لك يا عادل طبعا اللقط اللي اجيبها ازا جاله دي تحفة يعني وسمية انت عادي في حل الكرة دي ايه؟ تروح لأحمد مفتاح لا لازم الحالك تروح اللافف كده مرجع الكرة للونش تاخد اللاعب كله وكله تحو نحية الشمال لو عبو فتوح زي بتكلم انت يا اسلام لكن انت كمان مساعد وحسن ضمم جوه شوان بص كله ضمم وبعدين كله شاغل نفسه بالكرة يعني دي برضو غلطة انه كله بص هات كل كل العيون رحم فيه؟ مش فيديو يا كابتن علاق انت بتتكلم على تغيير الملعب ما هو ده عايزة حدي يطلع من الزحمة دي ما تغيرتش عشان تطلع من الزحمة دي انت الاول ما تعملش الزحمة دي اللي انا بقول عليه ما هو ده ما هو ده عدم الانتشار الجيد بيقدل ده انت لو عامل الانتشار الجيد بتاعك هتلاقيك منظم ومنتظم في اللعبة يعني هديك مثال لو الكرة دي تقطعك هتبقى خاطر عليك في لحظة واحدة لانك انت مش منظم لو انت هي دي وانت رايح تجيب جون او رايح تهاجم ازاي تعرف تدافع ولو رايح تدافع ازاي عرف هالك انت كنت مفيش حالة تنظيمية ربا كان عندهم حالة تنظيمية بتعليمات مدير فني واقف بره كل واحد عارف الحتة اللي بيشتغل فيها فين والراجل الفري خالص اللي احنا بكنا بنتكلم عنه ليه كاراكم 16 دلعيب هاي 16 و 11 وتسعة دول هم التلاتة دول منهم الحالة التابدلية والتحررية اللي عملوها في الملعب هم اللي عملوها كلام فيها انت كل كرة كانت بتبقى بيننا وبينهم كانت اللعيمة بتاعتك بتتوسم ان اللعب بتاعك هو اللي حتفوق ما كانش بيحصل انت عادة كبشرية في النهاردة كمان متفرجة امورة تحس ان هم بيلعبوا معهمش ادغوط ايه تحس ان هم هو ده اتفهمني يا اسلام مش مضغوط انا بلعب الحكاية حلوة في رجلين ايه يعني احنا قاعدين النهاردة حاسين ان كل واحد بيقول فهم لا مش مضغوط هو مش مضغوط هو مش مضغوط هو بيلعب بحرية لا في واحد استوبر جات له كرة شوفت للاسل كرة جات له ام جاي عمل كده موقفة على سدل ومنزل وعمل ان هو حيارة ورقص ايه عفو بصة بص هو الوضع هو الوضع كبشيك حاجة كمان الناس دي يعني بتستمتع بكورة الحاجة الحلوة كرة القدم في الاخر استمتع على باستمتع بكورة هم النهاردة بيستمتعوا مفيش ده خطوط عليهم فعشان كده شكلهم يا كابتن ده بركات مكشر بركات ايه الشكل مهو لاعيب الكورة لا استنى الكلمة دي لاعيب الكورة لاعيب الكورة لاعيب بتاع واحد واثنين وثلاثة وزيادة عددية وفردية عنده كرة في دماغه وزي ما انت عندك كله عددين عنده كرة بيتمنى هو بيتفرج انه يلاقيها انا مسلا واحد من الناس احب اخد الكرة اروح على واحد واثنين وعدي واعمل عرضية اروح على الجول انا بابقى بتاع يعني بتوسم ان اللي حيلعب في حتتي ده بيعمل كده فين حتة اوكسجين جاتلي لما رمضان نزل وبتدى يعمل الضغط بالجثمان البتاعه الحاجات دي وبرضو لاعيبة مش قادرة بس برضو يعني طيب خلينا روح للتغييرات ما هي برضو التغييرات النهاردة كانت بالنسبالي يعني انا بنزل عبدالله السعيد وبخلي مجدي قفشة يعني عارفة كتن برد بكل طاقته اليوم انا بستحوز السلطة كده لا بالزبط انا بخسر في حتة تانية ما هو لازل فتح في ديئة اتنين وتسعين باي حمد فتح الحمد فتح لا يا بابا برضو الله كنفقونهم جميعا اللي عمينا كده الكلام فتح ده لازم من اول من دياسة التغيير انا كنا بنتكلم عليها الي انت غيرت الاتنين الطرف الي احنا كنا من اول الحوار واسلام بيقول احنا الاطراف كالضعيفة انت غيرت النهاردة طرفين الشحات وزيزو انا ما شفتش باهر محمدي واحدة قدامه بعد نص الملحب ولا ولا واحدة عمدي او لحظة بس باهر باهر ولا واحدة اسلام ايام من الجزوين كنتباشوفه بتاعد النص وبتعملها انه مرحش اتكلم مع باهر باهر معزور ما هو اسلام عشان ده مكانه باهر طول اللعبه مع الاسمائل بيلعب بيلعب ستوبر مقطرين تم حتى بس في نقطة هو باهر لما لعبها مع كوبر اللعب تلاتة فلاتة هو باللعب ناحية المين. اه. لعبها ناحية المين. هو بيلعب على البكرايد بسيغة السرد باك. بسيغة المساك. لما كون تلاتة. مش ببكرايد السرعات. وخلي بالك هو برضو كابتل حسام اضطر ان هو يعمل. برضو نتكلم عالجاب الاخ. ان اصابة اكرامر جابر ولا لا. اكرام. وبعدين عمر اللي اتنين مش موجودين ومصابين امباح. مش النهاردة. انا بقولك حل باهر يا اسلام حر اضطراري. اه حل باهر الزبط. ما اقدرش اللي مو في حل باهر مفيش غير. يعني انا جاي باحمد توفيق باهر اه اه اكرم اتعوض. ممكن لغاية. احنا ما عندناش لهم الحقيقة. الرجل عارف انه هيقابل الواقع ده. اه اه. وعارف ان اللي جاي واقع مرير اكتر. وعنده مشاكل. لا بس هو اللي جاي. ايه اللي حصل سبورت بقى بصلاح هو. باهر في الجابون. لأ في سورة تانية يا سامير انا مفهم. اه باهر في الجابون هيبقى كويس. اه. ليه لانه انتم انا ماشي عايز مكون حاجة ممكن كرة واحدة في الموضوع. بس انا بس ارجع اللي انه للحتة دي وسريعا كده. اه انت دلوقتي. يعني اننا تغيلة ايمن اشرف معلاش يا بتمازي. بتغيلة ايمن اشرف هو نزل ايمن اشرف ليه. من دلوقتي. من دلوقتي. عشان يلعب بناك. طبعا مش هيلعب أحمد برسول انت محتاج نواقية أيمن هناك طب بس اللي أنا عايز أقوله دايما بقوله في حتة مدرب المنتخب ومدرب النادي مدرب النادي أنت تقدر تلعب بالسيستم بتاعك على حسب قمشة اللاعبين اللي عندك مدرب المنتخب تلعب بالسيستم اللي أنت عايزه يعني بالمعنى الأصحي مدرب نادي بيلعب بقمشة اللاعب اللي عنده المدرب بتاع المنتخب هو اللي بيلعب بطريقة اللي هو بيحبها ليه لأنك أنت تقدر تاخد كل لعيبة مصر اللي أنت عايزها في المنتخب بعنيك أنت في المنتخب أنا بحب ألعب أربعة واحد أربعة واحد هنقي أفضل ناس في أربعة واحد أربعة واحد في مصر السؤال هنا اللي أنا كنت بقوله دايما في أوقات ومتشات تدي للجعان زي ما أنت قلت عشان زي قلت على لعيبة أصدق أول ماتش أول ماتش معظور فيها أول ماتش يا كابتن أنا أول ماتش وأنت من الجعان والكورة من الجعان والكورة في الوقت الحالي يا كابتن فيه لا عيبة أنا أقولك حاجة أنا كنت يعني لو الأمر بإيدي هقلل لعيبة الأهل والزملك في الملعب النهاردة بس ليه؟ عشان الإجهاد الكبير ويمكن أقل اللعيبة الأهل النهاردة بس هو محتاج الخبرات دي عشان أول مباراة ما هي برضو الله كوب فعونا للدروبة كابتن هتقسمها إزاي؟ هتقسمها إزاي؟ هتقسمها إزاي؟ طبعا ممكن يبقى كويس جدا دي كورة بطيخة يعني زي ما إحنا عارفين أول مفروض يبقى كويس لأن ده منتخب يا كابتن الأسلام أنا مش بتكلم على احتياطي نادي أنا مش بتكلم على قايمة فيها 25 لعيب إنت قايمتك إضرب 30 لعيب في 35 نادي في مصر مش حتى مش لا ما هو أنت ممكن تاخد من تانية أحيانا أحيانا بتحصل بس أنا بتكلم انت عارف لما بتتفرج كده على أفشة وزيزو وحسيني الشيحات وشريفة هم دول المطشي بالنسبالك اللي هو على أرضك اللي لازم يترجمك هو ده هو ده هم راحوا بأربع خمس كور أخطر منك انت فاهم قد نادي ده اللي أنا بقول هم دول اللي عندك صح؟ هو اللعيبة اللعيبة مجهدة صح؟ وانت معترف إن هي مجهدة ده لأ كلنا معترفية ومش هيقدر يديك ومش هيقدر يديك الفول باور بتاعه المية في المية أوكي؟ عشان كده لعبة طويلة عشان كده هم بيلعبوا الطويلة بيتنفسوا كورة وخلاص يعني بمعنى بيلقي ضغط عليه ما بيلقيش واحد بيتحرق بيعمل بيعمل أرايح سؤال عشان يعمل أولا الأداء النهاردة ده من اللعيبة؟ الأداء النهاردة من اللعيبة طبعا هو اللعيبة طويل؟ لا هو مش لايه حد على الأداء لا أنا بس أولا إنت بتتكلم إنت تعتقد إن الكابتن حسام هو اللي هو ما تلعبوش طويل؟ مثلا؟ دي أما دي أما دي أبصها يا اسلام النهاردة أداءك في المباراة علامة تستفهم كبيرة جدا هل اللعيبة بالنفسها لعبة اللعب الطويلة عشان هي فعلا إذا كان عادي بتتكلم مجهدة وحيط إن ينزلوا بعض ويسترموا الكرة دي صعبة؟ طب هلأ حصل الشوط الأول كابتن حسام لعب على أرض غير اللعب هو 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 فوجه بلعب بفرقة أنجولا يا كابتن فرقة أنجولا لما ما لقيتش صلاح وترزيجيه موجودين في الملعب دغطوا عليك في كل حد عرف ليه هو أشكد كده يا كابتن؟ لأنه ده أنا كمدير فني المفروض من واجبات اللي علي واحد نمرة واحد أتفرج على فريق الثاني ما يفجريش أكيد أكيد اتفرج أنا متخب مصر بالضبط اهو اكيد اتفرض. انا مش بدي. انا لسه سامعه. انا بل تميز لول عزلة حاجة واحدة بس النهاردة الكابتان اسلام. في الاجهاد اللي احنا شفناه في اللعبة. ولكن انا قلت في البداية في مباريات بتاع في تكتيج بتاع الاجهاد. انك انت علشان تتغلب على الاجهاد. انا احنا شغالين كده بناءا على الكلام اللي انتو بتقولوه. ايه كابتان اسلام عشان تتغلب على الاجهاد. اول حاجة تعملها ايه. انك تلاعب الناس محتاجة انه هما ينزبطوا نفسهم في منتخب مخاطرة. مش مخاطرة. مش هيفكر فيها كابتان اسام. هو 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 لاعب منتخب. لا يعني عمتا انا يعني لو اطفش حسناك كابتان اسام. ما يفكرش في بداية في بداية تصفياتي عادل. على فكرة. اول مرشا على ارضك. اه انت بتكلم كلام كورة وكده. انا معاك بس. انا منتخب وليس ساناتي. انا اقول لك اقول لك. انت بتتكلم كلام كورة انا موافقك معاك. لكن هو نهاردة بدايته. في تصفيات كاس عالم على ارضه. هو من بوافر حقا. اه. هو عايزة تلت. انا مبسوط طبعا زيه كمان. مش هيقدر. مش هيقدر يجازل في التشكيل زي انت بتقول. لو انها لعب لعيبة هو لسه عايزة تلع ابو عايزة تسبت نفسها. بالنسبة له مخاطرة. هو نهاردة بالنسبة له لعيبة الاساسيين. اهل والزمالك موجودين. هو الى حد كبير متطمن. انت في كل الاحوال انت حصل من انجولا. مهما ان كان. اكيد لو لا قدر ولكن دخل فينا جون كنت هتلاقي اللعيبة. بالزبط. مش عايزة. اكيد ما احنا كل ده لعيبة واعرفيت. انا مستغرب من حاجة بس قبل بطلع الفاصل ده جابت. كانت شريف قعد ومربع ومربع. هيقول لك كده. مشواخد عليك كده الله العظيم. مشواخد عليك كان. طلعنا الفاصل. سمك متكلبه بقى يا كابتن عدل. طلعنا جد. طلعنا. ما تكلمت خلص. يا سامين. النهاردة كابتن شريف اقول لها هتطلعنا الفاصل. طلعنا الفاصل. انتكن على الله. اهلا وسهلا بحضراتكم يا مرء اخرى عزائي المشاهدين. كابتن شريف تغييراتك. كابتن حسام النهاردة. احمد اه ايمن اشرف مكان احمد اه فتوح. اه عبدالله السعيد مكان احمد سيد زيزو. محمد اه حمدي فتحي مكان مجدي افشة. وحسين رمضان صبحي مكان حسين الشحات. هو توسم شكل معين في وص الملعب في الاحداث اللي حصلت. كلها في شوت الاولاني. حاب بان هو يمسك نصر ملعبه. حاب يه يعمل تدعيم في ناحية الشمال بدل الاطراف اللي احنا كلنا بنكلم عنها. مم. فخلى الرمضان صبحي تغسم بالسرعات ان هو لو حالته المدنية تقدر تديله تلاتين دقيقة وخمسة عشرين دقيقة يغير له شكل الملعب اللي هو ما تغطف به على طول. وده حصل ولا لا? اه اه ادلو ادلو عشرة في المية. من من المية. من الاحلام. اه اه. يعني انا خدت عشرة في المية كمشاهد. اه. كم كرة راح بيها رمضان. مم. لو لو خلصت صح. مم. كانت ممكن تبقى هدف تاني. مم. اه. اللعيبة عندها تقل شوية في الكرة. مم. وعنده فكرة. اه. اللعب ده غير اللعب ده. مم. اه. ده عنده جرء ان هو يعدي من واحد واثنين وعنده ان يسحب بالكرة. يهز شوية. الديفنس بتاع اه انجولا. او الفرقة اللي هو بيلعبها. مم. هو بينزله عشان كده. اي. نزل عبدالله عشان يمسك كرة في وسط الملعب. احنا كلنا نقولنا طب ازاي خلى افشة وخلى. عبدالله. خلى عبدالله. هو عايز. يمسك الكرة باي شكل عشان كده خلى ده وخلى ده. طيب. انا بفكر ان هو فكر كده. مم. ان هو ممكن ما كانش يفكر كده خلاله. كممكن افشة هو اللي يطلع وينزل عبدالله عادي ويقوي اه حمدي فتحي بنص الملعب. زي ما كنا من الكرة. تغيرة حمدي فتحي دي بالنسبة لي برضو يا كابتل علاء. يعني حمدي فتحي في الديها تسعين او تسعين حياة كده. اه. ما 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 فانتهيش برضو. ايه بالنسبة لنا. والله انت ما فهمتش? دي حقيقة يعني متأخر او تغيير. حمدي ملمس الكور. اه. لكن. ممكن يكون تحضير المطش الجاي معرفش دي انا هخدها. لو احضر حد يا اسلام على الاقل اسبوه في ملعب يعني. اه يعني اعمال اشرف انا متأكد. اعمال اشرف انا متفهم معك انا اعمال اشرف هو اللي هيبدأ هناك. لو اه. هيبدأ هناك. انا مشارات الخارجية اكد ايمن لكن حمدي فتحي ملحقش. لو انا عايز احضر اسلام بورال القادمة هتدي له ربع ساعة لقل. هالقل ربع ساعة. يلعب يتحرك يجد لكن هو ملمس الكور رحمتي. اه. فتغيير. وواضح ان الكابتن حسام كابتن عادل كان عايز يطلع بالمطش بالتلات بالتلات نقط شايف حالة اللعبين وهو قال كده في المؤتمر الصحفي ان هو شايف حالة اللعبين مش مش فت مية في المية وبالتالي هو كان اهم حاجة بالنسباله وده ده مقبول. طبعا. ده مقبول ان هو عايز ياخد تلات نقط. ما انت مش هتفتكر الا التلات نقاط. لان احنا صراح تلات نقاط هيجي في الاخر انك انت تبقى اول مجموعة لانك انت بتلعب على اول مجموعة على فكرة المجموعة بغض النظر أنا أسمع أسماء البلاد اللي معاك ولكن النهارده النتائج ليبيا النهارده كسبان 2-1 في 92 الجابون كسبة الجابون 2-1 بقى 3 بنت وهو الأول بس هو عنده جونين وإنت الثاني بهدف والفرقيتين الثاني اللي هيلعبوا على ملعبهم المباركة هيا دي النقطة هيا دي النقطة كابتن شريف رايح تلعب الجابون والجابون خسران من ليبيا في الدقيقة الأخيرة والجابون لو خسر أنا بقول إن ده مفتاح يعني مفتاح إن شاء الله الصعود المباراة اللي جاي لو ربنا كرمك في مباراة الجابون وقدرت تكسب أعتقد دعي موضوع كويس جدا لو ربنا كرم وبالتدعمات واللعيبة تقدر تاخد راحة لغاية الغد دوقتي مش عارفين مش عارفين محمد صلاح لا الغلب صلاح جاي والنيني الحمد سمعين الغالب لكن تقدر تجزم إن محمد غالب أجزم لا بس يعني النسبة كبيرة قاوية النسبة كبيرة قاوية هي بموجود بنتمنى نكون أرضية الملعب كمان تواكب أرضية لندن يعني صلاح ما بتلاقي فرص بيجري ويعمل واحد واثنين واثنين ما هو برضا أنا ممكن لعب صلاح وما يمسكهاش ممكن صلاح يفضل يجري عارف وجود صلاح في الملعب ويعمل للعمق بياخد العين بياخد اتنين على العين يعني أنا وأنا بخاف عليه برضو يعني في نفس الشكل يعني وإنني طبعا أنا النهاردة اشتقتله في الملعب يعني كنت بدور عليه مع أن كلهم زي بعض مع أن ساعات بيبقى موجود وبقى في المتشاط الخارجية خصوصا وما بلهوش وزاعات ببقى محتاجه يعني فيه تناقض وبيلعبش دلوقتي مش كده لا لا بيلعب نص ساعة يعني بيلعبش اللي فات نزل شويا ونازل لما اترد ضعيبا ندوم يعني وزي ما انتو قلتو الفرقة خلاص انتو انتو حطوتو فرقة وإحنا علي لا ايمن اشف في حتى شمال ناحية المين هكون عمر جابر رجع لا اعتقد ان ظاهر الاقرب على حسب يعني عشان بيما تقولش هيلعب اتنين او خمس ايام وفيش بيما تقولش يلعب فتحوا ايمن اشرف وربعة لا 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 مش انا بقولك انا بقولك من دلوقتي ممكن تبتغييرها في الملعب حضراتكم طبعا يعني لو تنورونا ونعملها برضي يوم الحد الموضوع انا بقولك اهو ايمن اشرف باكليفت وباهر باهر باكرايت باهر باكرايت وبعدين الوينش وآه احمد حجازي وطارق وحمدي فتحي او طارق والسلية مش هتفرق انا بشوف احتمال تلاقي النيني او النيني لدي ملعب تلاتة في النص ليه هو في الخارجي يعني لو مجاشي النيني ايلعب طارق والسلية وحمدي فتحي التلاتة وتشيل مين وهيلعب ايمن اشرف ويلعب احمد بالفتوح ادي خمسة ونبقى نتكلم ايمن اشرف وهم طاعة دي تغييره ونبقى نتكلم نبقى نتكلم نشوف نبقى نشوف نبقى نشوف نشوف معلومة هو شايفة فيلم قديم لا معلومة ايه مش شايفة فيلم قديم بقول لك ايه دي تغييره هتحصل يابدي تاني طايم لما يبقى كانوا عبودين وهم لا ما تحصل حالة ده حشان ده اخويا وعبيبي من قام الجيز انا عارف انا عارف انا عافظه طب اقول لك حاجة اللي انا قلته ده معظم لعبت معظم مدربين منتقى بمصر لما كانوا جوم يشتغلوا عملوها في مبارات كتير معظم مدربين الدور المصري ايمن اشرف مش الاسماء دي دايما بيلاعب احنا نفسنا عملناها بعلي معلول وعملناها بعلي معلول ده مرة اكتت مرة لا انت مش عملت عملتها عملتها قتل من مرة وعلي معلول ومحمود وحيد تغييره انت بتستغل واحد زي مثلا تدويره علي معلول لا انت انت بتستغل علي معلول عشان عنده الحتة الهجومية في الاخر عملتها في اخر مباراتين وانت لو عايز تكلم عليها لا خليك تكلم عليها لانتكلم لا يعني عملناها اخر اخر مباراتين عملناها ولعب علي معلول وكان وورا محمود والزمالك عمل اقول لك حاجة فيه يعني فيه فكرة بيقول لك انه انك لما تحط اتنين قدام بعض في فرقة عندها طرف يمين كويس وعندها لعيبة كويسة في ناحية اليمين قدراتهم الهجومية قوية ممكن تعمل اللي انا بقولك عليه واحتمال تتعمل لو لو تعاملتني بنتكلم جماعة بعد اذنكم الشباب اللي في الكنترول بعد اذنكم اكتبوا سجلوا اللي اه لأ هناخد تشكيل كل حد دلوقتي ونكتب انا الشابت معك ان شاء الله ولا الحد الحد هو الحد هنشوف يعني بس حتى لو مش معايا لا انا عايز اسجل بقى الكلمة حتى لو مش معايا حتى لو مش معايا اه بالتلفون اه حتى لو عشر الحد ممكن انا عايز اسجل الكلام ده مسجلي ضروري جدا اه ده انا موجود متوجود انا هجبك بص هكابتن عليك هديك حاجة مهمة تلاتة في وسط الملعب طريق حالي والسلية وحندي فتحي لو التلاتة تواجدوا ممكن ما تعملش بتاع تابو الفتح واي من عشر انا ممكن لو اقول لك انا ممكن لو اقول لك وقت قاعد كده هديك تلتوبات احتمال هديك خمس ست احتمالات لا مش احتمالات لا مش احتمالات كابتن شريف اوك تقدر تقولي التشكيل اللي هيبدأ بيه كابتن حساب في مباردة الجابون انا هراهن على الستة وتلاتين نمرة لا لا كابتن شريف عشان ما هو اقول له ايه انا اقول لك التشكيل ده دايما هو كده الشناوي والاتنين ماشاء الله هنهاردة الوينش و حجازي حجازي عجبني جدا الهنرة هاخد كل الحاجات العالية الماشاءالله ه Lei وهادي وشايف الدنيا كلها والوينش و ااM은 Ask 그럼 وانا عمر جابر عمر جابر اا تلاتة في نص منحة ماشي نمن ليجي كويس سلية وطارق طارق طارق حامل طارق حامل ما هو يبقى النني وطريق أحمد والسلية سلية زي ما تمكن يا طريق يا حمدي فتحي يعني هو ساعات لي مهم تلاتة في نص الملعب ساعات لي غزوات كده أصلي دي مش حديث مع نفسه التلاتة في نص الملعب من الأربعة بيفكر في دويته طيب أداء أربعة تلات بيفكر في دويته زي مثلا إيه فتحي وسلية ومعهم النني يعود طريق مثلا شوية وطريق ما هو موجود تستغنى عن مين بقى في الده فين في ثلاثة استغناء إحنا كده أربعة ثلاثة فاضل تلاتة أربعة ثلاثة استغناء عن مين هتستغنى عن أزيزو هو اللي استغنى خلاص هتستغنى عن مين مين هلابطرف هبشاء واما محمد مكد هلابطرف يا أنا لعبا يمين عشان كان فاشل مع ماشي فيها حاجة خلص لا 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 من الأسوأ الاسوأ لابش ده يلعب أ أسوأ فترات محمد مكد دي حقيقة ما كان بلعب ناحية المعنى. حر بقى يوم زي ما هو عايز بقول لها حر. حر. فضلك. ماشي. ماشي انا وانت بروح. اه. 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 افشة معي التنمين. وحسين. وحسين. وشريف. وشريف. مش مصطفى. لو يريد مصطفى. ده انا لو انا هعط قدامهم افشة ومصطفى وشريف. ده مصطفى معاه. لهو بيفكر ان ااخد ستة نقاط. اه. يعني احقى اربعة تلاتة واحد اتنين. ده يعني الفرقة بتاعتك. اربعة تلاتة واحد اتنين. حلو. قلنا الاربعة تلاتة واحد اتنين تلاشانات لغبط. خلاص هم ااخد تلاتة للمغبطينك. انت جبتلي مصطفى متشاكر او بشكرك عليه. احسوف. جام بمحمد شريف قدام. وآه. بتعبتهم افش. واريت حسين يبقى بتفرج عليك. والتلاتة الستارة بتاعته. حلو. وقابلني لو حد عدى منك. يعني اربعة. يعني عندك التواجن الدفاع. واحد اتنين. الهجومي. اربعة تلاتة واحد اتنين. وده فكر كبير قوي. طبعا. واضح. يتفضل لك بتاعي. اتفضل لك بتاعي. لا انا ما عنديش اه ما عنديش. لا اقول لي ده اشكيل. دي ما عندهمش المجاسفة ده. انا ما عرفش ايه اللي هصل. ملحد ما عندش اشكيل. بس انا وانا من وجه نظري. اربعة اتنين تلاتة واحد. انا معيك على فكر لما في المية. كنتو في القديم اللي احنا اترجنا عليه النهاردة. خليك بالابتكار. انا انا استمر اربعة اتنين تاتا واحد. انا اربعة اتنين تلاتة واحد. يبقى انت راح تاخد بند. انت راح تلاتة واحد. اما تزعلش بقى من الطويلة. اه في الجابون. ما تكلميش عن الطويلة بقى بعد كده. لا لا ما تكلميش عن الطويلة بقى. يعني لو صلاح معاه يبقى دي صلاح يمين. انا وجهة نظر دي صلاح يمين. بالزبط. وحيحط رمضان صبحي شمال. وجهة نظر انا. رمضان صبحي شمال. لأ انا بقول لك. وبينهم مجد افشة. اه. انا بقول لك فرقة ما فاش صلاح. اي اتنين من الاربعة. او شريف. ومصطفى او شريف قدامه اي اتنين من الاربعة اللي احنا بتتكلم عليهم. انا. انا مجبش. على فكرة على فكرة. طريق حامد والسولية. على فكرة حامد شريف يلعب طرف. اما هو اصلا طرف. انت ثاني وبلعبك وايس جدا. ممكن. لو انت مش عايز تشيل محمد شريف ملعب يا اسلام. عشان بيكمل كمال راس حربة ورا ورا مصطفى اللي بيحبها كابتل شريف. هيعملها كويس جدا. هو كابت شريف بحبها من ساعت ما انا كنت بقى. لا بقنت معنا في زمان اوي. هو دايما. هو دايما بيفضل دايما بيفضل يعني شبه ورا حربة. واحد ورا واحد. اي 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 بقول لك. فدي لو شفت كل ناس الموجودة احسر واحد بعمله وكان اكيد انا كانت محمد شريف. صح. بعمله بامتياز. انت عاسبيني ان صلاح جاي خلاص. هايل هايل ها. هو اكرت ان انت حاسب صلاح جاي جاي. انا لا انا بقى. يعني انا بقول لها من غير صلاح. يعني انا بقول فرق من غير محمد صلاح. انا صلاح من هو جاي لحجز مكانه. مصطفى محمد هيبقى الراس الحربة اللي هو المحطة بتاعته. انا من رموجة نظراني محمد شريف يعني الراس حربة تاني بعمله بانتياز. اقول لك. وعند السرعة. وبيعافي اعملك. مسا يعملها في الجبل. ممكن يعني ما عملاش دي. بصها كابت. هو على فكرة على اكب. اعيدوا دي. اي دقاء. اي دقاء. اي دقاء. لا ما تقلش يسنين. بيرفعش. اكل بولك اول اتنين هيقولهم محمد اي من اشرف. لأ. وعلي لأ. طيب اي دقاء. اي دقاء. اي دقاء. اي دقاء. اي دقاء. طب انا يا رب ان شاء الله يا رب. خلاص. واسهل من النهار. طيب. ايد يا سمير. مصطفى محمد. ومحمد شريف واحد منهم هيبقى في الملعب بس. اوكي. دي رقم واحد. ادي رقم اتنين. اه. لا يلعب. انا مش هقول بقى التشغيل. لا يلعب. لا يلعب 3 فوصة الملعب دي. ما فيش لا. انت تتتمل. اطلع فوصة. اطلع فوصة. او. اتفادشو. 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 كالس معانا عادل عبدالرحمن. مستحالة. هتشوف هيلعب. يلعب بباهر. وهيلعب بحجازي. وهيدخل واحد. تلت فوصة الملعب لو انتشو. لا اطلع. اطلع فوصة. اطلع فوصة. اطلع فوصة الان. ولو ملعبش كده هنتكلموا من الحقيقة. كانت شريف. كان معايا كان معايا عدو عبد الرحمن. اعتقد ان بعد الفصل ده مش هنلاقيه. هنلاقيه في الجابون بإذن الله. بيقول له يلعب ازاي. كانت على ما يهوب. اطلع. لا. هنطلع فصل لسه. هنطلع فصل وحنرجع نتكلم عن الاهلي. في ديافتو كلما من نهارك. اهلا وسهلا بحضراتكم مرء اخرى عزائي المشاهدين. الحقيقة قبل بس ما نتكلم عن النادي الاهلي ووجهة نظاركم في النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية. آآ مهم جدا برضو لانه هو يعني هاتلينا الصورة يا سبيل لو سمحت برضو عشان كابتن شريف تحديدا عايز يعلق على الصورة اللي احنا على ايش في. مصر كلها اللي انا. اهو. انت اللي قلت عايز تعلق. انت اللي قلت عايز تعلق. ايه? حال المباراة وبين على وشه. ده مش مباراة. ده مش مباراة تمرين. تمرين? ده تمرين. حال التمرين بين على وشه. يبقى كانوا حسين باللي هيحصل. اه. براكات مركز اوه. اللي ادوار اتعكست يعني يمكن. احسام هنا بيتحق. بشوش شوية هنا. براكات اللي ماله عمل كده ليه? عكس كمان براكاته شوية دول. مش عارف. اه? وبعدين وشه. يلا. خلينا نسيوه في الدنيا. خلينا 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 نروح آآ براكاته القمر مقبل على الحياة. ايه اطول مش بك انا اطول. مسئوليات كبيرة واضح. ايه دي. بجد والله. لزا اتكلم والله. واضح ان فعلا مسئولية. يعني واضح ان مسئوليات كتير جدا عبركات. في الملعب انت بتطلع كل هامك. طلع كل هامك مكورة. اه. برا انت مدرب بتحرق دمك. عايز تنزل تلعب. داري منتخب بتطعب برضو اكيد يعني. اه. برا عايز انزل لالعب. مظبوط. كابتال شريف الاهلي وصفقات الاهلي. ووجهة نظركو فيما حدث من صفقات. ايه ايه اللي هيحصل من وجهة نظرك للمسلم القادم. اي حد في العقلم او في الوطن العربي او في فركيا بيتمنى ان يكون بيلعب في نادل الاهلي. اوكي. وبينتهي حياته مع نادل الاهلي. لانه بيبقى عنده ثقة. انه لو قدى 70-80% من ادائه. هيبقى فيه بطولاته. هيبقى فيه تاريخ وحيبقى فيه كل حاجة. ايه. يبقى نرجع ان النادي الاهلي بيضيف. لأي حد بموجود. اذا كان مدرب. كان لعب. اذا كان عامل جوه الحكاية. كان مسؤول. اي حد النادي الاهلي دايما هو. الشكل والوجهة. اه والمؤسسة. اللي هي بتدي النجاح دايما. وبيشتغل على كده. ما عندهمش الحاجة اتجاجة ماهرهم. بلير هو ده. تمام. فاي حد بيشتغل في النادي الاهلي وبينطقي. او بيجيب حد يجي يلعب. اكيد بيبقى. في معايير زي ما انا كنت شايفك بتتكلم قبل ما اخش. في معايير بتتوافر. في اللعيبة اللي هي بتبقى. لابد ان تتواجد في تشيرت لعب. في لعيب بيجي بيبقى هايل. وبنتفرج عليه كل حاجة. شخصيته هو. واداءه. وتوفيقه. في قصة المجموعة اللي موجودة المنطقة. اللي هي بتبقى. من اللعيبة اللي موجودين زو خبرات. والتدعيم بتاعهم في الاماكن اللي هما. جايين لعبوا فيها. اللاعب ده لازم بقى هو مصاحبه وهو جاي. شخصية كوية جدا. يقدر يحطها في الملعب زي ما على قال. قال لك ان انزل بتواسم ان الراجل ده حيجي الديني لعبي. كويس? في ناس اه مش كل واحد انا على هواء يعني. هقول انا كنت عايز فلان ده. انا حسام حسن. و اه شادي حسين. اقول لها لك يعني. واحد يقول لك انا انا بحب يشادي حسين. وادي اقول لك انا عسام حسن. في معايير وفي حاجات احنا بيجي نختار لعيبة معينة. كل واحد عارف ومدير فني مسؤولة عن القصة دي كلها. طبعا. مؤسسة كاملة مسؤولة عن الاختيارات البتاعت. ايه اللي حصل في الاختيارات اللي فاتت كلها? اربع خمس بطولات ما شاء الله. اه تتويج حاجات اه جايرة جدا. ففيه منهج احنا ماشيه فيه مجرة. اه بنستلم منه. كل الاداء وكل الامكانيات اللي هي بتحصل لاي لاعب جاي مع ايه غير انه يندمج بسرعة ويفهم منظومة النادي الاهلي مشيه ازاي? وما اقدرش احكم انا يا اسلام. على اي لعيب بعد كل اللي شفناها ده بقى كله واللي بنوفره كل اللي بتيجي. غير لما شوفه في الملعب قدر يعرف امكانية اللعب مع النادي قال لي شكلها ايه? ويزبط ويتواجد. فيه لعيبة جات لي زي افونا لو تفتكروا. افونا وراح ويبعناها العيبة كتير قوي. كل ما بنشوف بنلاقي فيه لعيب فيش لعيب جاي النادي قال لي ما عاملش بصمة. انما البصمة الكبيرة لنفسه هو اللي بيزبطها. تمام كابتن علاء اربع صفقات تعاقد معهم النادي الاهلي حتى الان مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل الايام القادمة. اربع صفقات من العيار الثقيل. اه كلها صفقات كلنا شفناهم. اه يعني بستثناء بيرسي تاو بس اللي عارف يعني اللي امتابع اللي امتابع كرة قدم عارف كويس بيرسي تاو. اه اه ميكي سوني احنا عارفينه كويس لانه جاعب ضدنا في تسيمبا وحسام حسن كلنا عارفينه وكريم فؤاد كلنا عارفينه. اذا اربع صفقات مهمين جدا. اول ما تم الاعلان عن الاربع صفقات. كريم فؤاد جمان. اه كريم فؤاد. اول ما تم الاعلان عن الاربع صفقات فوجئنا في نفس اليوم ان طاهر محمد طاهر حيمشي. واحسين الشاحات حيمشي. امم. وكهرباء حيمشي. ومين تاني بيلعب نحقوق اجري ايه تمام وبقية الناس اللي موجودة. اه ما وفي ناس طبعا اللي لازم هتمشي. لكن في النهاية هل من المنطق ومن العقل نحنا نتكلم عن اسماء كانت بتلعب بنسبة تسعين او خمسة وتسعين في المية من المباراة? لا. ما انت تتكلم دول هل من العقل اكيد مش من العقل. نتتكلم مثلا على واحد زي طاهر. ما تتكلم احد زي كهرباء. يمكن بواليها خلاص لان كنت اجيب اتنين افاركة تاني. اجاييه بعد رجوعهم العملية. وكون عنده وزن زايد قوي. مواضح اه. مواضح ان هو مش قادر رجع فربط اجاييه. بس اجاييه كان لعيب كورة اسلام طبعا. قوز جدا. هيل طبعا. اه. فهو ده الواضح لكن ممكن كلام بيتسرع بيعاملك شوية شوشرة. اه. ان على طاهر على كهرباء. لكن طبع الناس دي موجودة والناس دي لها بكتير قوي زي من انت. وحسين. وحسين. بخصوص الاطاطر الاخنال الحسين كمان. غريبة جدا. انت تكلم على الناس انا بتفع معاك تسعين في المئة من الموسم اللي مش طبيعي السنة اللي فاتت لعبوها. مم. فانت بتتكلم مع مش كل الكلام اللي بتكتب و بتقال مجرد كلام وخلاص. يا كابت الانبالح جالي كمية اسئلة على الموضوع ده. اكيد. ماها طبعا. غير طبيعية. بالزبط. غير طبيعية. على طاهر وعلى بدر بنون. تخيل. يعني انا مر انا فجئت ان اه لا وعلى نسان موسماني. انا مش عايز بدر بنون. اه. انت بتهزروا. بدر بنون ده ما شاء الله الموسم السابق. ممتاز. من اكتر اللعيبة اللي انت اشتريتهم. واسبطه كفاءة في الدوري المصري. تحيس ان هو موجود في الدوري المصري. منديك امان كويس قوي. اه طريقة لعبو ممتازة بالنسبة لك. راجل راجل لأ شكله كده ليه اداء مميز في المعب. فالكلام ده كله كلام كلام بيتقاله خلاص. لكن صفقاتك اربع صفقات ممتازين. كريم واخير حسام. اه. انا مش شايف ان هما صفقات ممتازة. وتدعيم انت محتاجه. ودائما محتاج انك بتجيب لعيبة عايزة تلعب. دائما حيط المنافسة. اسلام عايز توصل لاحسن حاجة. دائما متعودين عليه احنا في الاشبال. دائما عندك منافسة فرقتك. المنافسة لو راحت من فرقتك عليك ضرر كبير اول. لكن طول ما الاسلام بيلعب. وعارف ان وراه عادل. بيقلق. مش عايز مش عايز يوعد عايز يلعب. نفس الكلام. في حيط المنافسة موجودة. ومنافستك انت مش جايب لعيب اسمه خلاص. انت جايب نجم. في حيط ان انت دايما الان ان مكانك داي يروح بينك. دي احسن حاجة في كرة القدم. انك عامل منافسة. منافسة اخوائي جدا. مع نجوم. كل واحد نجم في مكانه. في الاخر انا اللي هبقى مدير فني كده. ودي احل حاجة في الدنيا على فاكرة حاجة ما تزعلش. هبقى قاعد كده وشايف فرقتي. وكله بتنافس وانا. مبسوح. عند الحرية اختار. احسن مدير فني. بادور على العين مش لقيه. طبعا بالنسبة للنادي الاهل صفقات ممتازة وان شاء الله يا رب يندمجه بسرعة مع الفريق. كابتن عادل ايه المخلوب من الموسماني في الموسم القادم. اه 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 دخل اه اربع اه خمس بطولات خد من نوم اربع اخس بطولة واحدة او خمس بطولات يعني عمل انتك كويس انا من وجهة نظري يعني. انه عمل انتك كويس قوي. لكن المهمة في الوقت اللي جاي يعني انت انت خسرت الدوري في يعني ممكن نقول اجهاد ممكن نقول عدم توفيق ممكن تقول عدم اتقن من العيبة في اخر من المباريات. لكن هنا المهمة الحاجة المهمة قوي اللي انا من وجهة نظري. التدعمات دايما بتبقى من وجهة نظر المسؤول عن التاكتكس اللي بيعملوا. احتياجاتك ايه بعد السنة اللي انت شفتها عندك كان طول السنة ايه الاماكن اللي كانت مصدعاك او ايه الاماكن اللي انت ما كنتش بتكسب بها كويس او ايه الاماكن اللي انت في الاداء بتاعك بتحليلك لاداءك كانت تحليل اللي بقليلة فيها. ايه. انا شايف انه التدعمات الجديدة بتاعت الناس الاهلي كانت في الاحتياجات الحقيقة. حتة المنافسة اللي احنا بنتكلم عليها. والكابتان عليها يتكلم قال ده حاجة حلوة اوي للمدرب ان يبقى فيه منافسة. فبتبقى المنافسة اللذيذة للمدرب اللي هو عايز ياخد منك اعلى حاجة ممكنة. واحيانا مدربين كتير اوي بيستخدموها كتدوير كمان. لما تنزل لعيب كويس وتطلع لعيب وتنزل برضو لعيب كويس اوي والاتنين قد بعض وكويسين زي بعض. يبقى انت عندك فرصة انك موجه تكسب والموجه التانية تكسب. في الاخر اللي مطلوب من المسلماني حاجة مهمة جداً اني احنا نادي كبير زي النادي الاهلي والنادي الاهلي كده برضو انك انت طول الوقت ما بتفرحش قوي وما بتهديش الدنيا قوي. مش خسارة الدوري تخليك انك انت عاوز تماشي ده وعاوز تماشي ده وعاوز تماشي ده وعاوز تماشي ده ولا خسرت انت استخدامك او تعديلك للفرقة بيبقى بعقلانية ما بتبهدش الدنيا لان اكيد الكبات انا عارفين لما في مدربين واكتر من الناس بمصر بيحسر كده لما بيخسر تلاقي هدد الدنيا ومغير سبعة ومشي عشر لعيب ومشي خمس عشر لعيب هو الهدوء المطلوب منه انه قيمة النادي الاهلي يدعى في الهدوء اموما شرفتونا ونورتونا كابتن شريف كابتن علاء كابتن عادل يعني استمتعت جدا واعتقد ان الجمهور استمتع بوجود حضراتكم النهاردة كلام محترم وكلام مهم جدا اتقال النهاردة سواء عن انتخابنا الوطني او عن الاهلي فبشكركم على وجودكم معنا النهاردة وان انتم اتشرفيني النهاردة في الهدوء شكرا جزيلا ان شاء الله ان شاء الله التقي مع حضراتكم برضو يوم الحد القادم هنشوف المباراة الساعة كام هتبقى بعد المباراة او هنطلع في معادنا بالليل ان شاء الله لان طبعا مباراة منتخبنا الوطني هتبقى مع منتخب الجابون ان شاء الله يوم الحد فان شاء الله كل توفيق لمنتخبنا الوطني في مباراة القادمة الهمة جدا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الحد في حلقة جديدة من البيت الكبير